نعم السيدة امو محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوة يا شيخ انا عندي بنت مريضة المهمة انها اتجوزت رغم ان انا قلت الجزهة ان هي مريضة اللي انا متكفل بيها المهمة حضرتك اتجوزت وهي دوقتي مع جزهة بيعملها معاملة وحشة جدا مريضة ايه مريضة ايه حضرتك عندها مرض مناعي مرض مناعي رجلها ومن كتر الاخناقات والدكاترة قالولو كده الحالة النفسية طبعا امراض المناعية امراض المناعية بتزداد بتزداد كل الامراض على فكرة اه بتزداد بالحالة النفسية مش معترف بالنقطة دي خالص وآآ لدرجة انها وصلت لمخها وعانيها ما بتشوفش ولسه مبارح بس حضرتك مؤرمة ومضيقة للدكتور وما بتتحركش بيعملها معاملة سيئة جدا 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 لمصروف ولا قرش في اديها يدوبك يجيب الاكل ويحاسبها على الاكل لو اكل خلص هو ما كلش لا انت كلت الاكل كله بس برضو يا محمد انا برضو عندي حياة كده لازم افهمها هو الشخص لما كان داخل على الجواز هو عارف ان هي عندها المرض ده ايوه حضرتك وهو كان بيحبها هو ايه اللي جرى عشان يحصل ده لاني للجوازة حضرتك انا مش عايز اقول الجوازة كانت طبعا هي من عائلة كويسة جدا وبعدين كانت اخوتها الاتنين اتجاوزوا وكنت انا وباباهم شايلينهم فافتكر ان انا كنت هعمل كده بعد باباهم اتوفى حتى قالها لو كان ابوك يعيش كان شني فوق الراس اه يعني يعني هو كان متصور ان انت هتساعد بالضبط هتساعد انا اللي هقوم بالليلة كلها طيب وفين سؤالك بقى يا امم حمد نعم فين سؤال حضرتك سؤال حضرتك هل حضرتك البنت اللي ما بتصرفش عليها ولا ما اللي مسيبها 24 مش هقدر اقولك تتطلق تتطلق مش هقدر اقولك تتطلق لا انا مسنتش حضرتك ما انا بقولك مش هقولك ان هي تتطلق انا لكن هقولك لكن هقولك ان في مشكلات غير مشكلة الصرف عليها في مشكلة تانية مشكلة اعمق من مسألة الصرف عليها قد تكون المشكلة ان هو لسبب ما هو حاسس ان هي بتتعالى عليه لسبب ما هو حاسس ان هو وكأنه محطوط في وضعية ما بتخلوش هو البطل بتاع لسبب ما هي بتحسبه على تصورات وتوقعات كانت منتوقعها معاه هي لان حالتها النفسية بسبب المرض ده هي مش قادرة تتحمل ضغوط المرض عليها فهي في الحقيقة والله يا دكتور ما بتفتح بقانها كل اللي قادر يحلوا مشكلهم قالوا علشان انت اعلم منه فهو بطلع عقده فيك طيب يبقى احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ناخد استشارة لا انا اسف جدا مش هقدر اقولك ان هي تتطلق وخاصة ان انت الطرف التالت يعني ايه الطرف التالت يعني لا حضرتك لا لا انت بنتك ولا الزوج لو الزوج كنت هسألهم شوية اسئلة تتعلق بمشكلات اخرى هي الموصلانا لده وعشان كده بقول لحضرتك واحدة واحدة خلينا ندل الناس على الخير واحنا لسه خمس سنين في الخمس سنين دول احنا احنا بقالهم كم سنة جواز فاحنا لوقت اللي تجوزو ده محتاجين ان احنا نتريث ونفكر ولو سمحتم الحالات اللي زي دي ما يكونش الحل ان احنا ده ما بيصرفش عليها فتتطلق هي المسألة مش مسألة احنا محتاجين تموين ولا بنزين عشان العربية تمشي فاذا ما كانش فيه عربية العربية تمشي فانبيع العربية او نحرع العربية الجواز مش كده الجواز مش كده الجواز بتحققه مقيم افردي ان الشخص ده فعلا كان متعثر فعنجي نكلم زوجته تعالي يا ستي نحل المشكلة دي ازاي لان مش كل الناس بيبقى عندهم ظروف المالية هي احسن ظروف ويبقى ساعتها اللي ظروف المالية تسوق يبنقول لمراته اطلق منه فاحنا لازم نفهم المسألة بهدوء مش لازم يبقى ايه اللي حاصل عشان احنا محتاجين ان احنا نختار لبنتنا افضل وضع اي تدني في الوضع بتاعها يبقى هو يا خلاص التجربة فشلت لقا الجواز مش تجربة التجربة الجواز في الحقيقة حياة فاحنا محتاجين نطور نفسنا شوية ونروح للخبراء اتفضلوا وشرفونا ونتكلم مع بعض بهدوء عشان نقدر نوصل ايه اللي ممكن يحصل عشان الناس توصل للمواد ده والرحمة يا سادة محتاجين نهدى شوية احنا تكلمنا عن بناء اولادنا واتكلمنا عن بناء اولادنا عن مشكلة كبيرة جدا جدا وهي الفجوة في لغة الحوار ولغة التعامل انا مش بكلم بس عن لغة الكلام بس لا الفجوة اللي في التواصل ما بين الاباء والابناء هي فجوة ما حدش يقدر ينكرها فجوة ما نقدرش نهرب منها واحنا قلنا شوية تفاصيل التفاصيل دي هو علاج ولكن احنا محتاجين نتكلم عن كل حالة نتكلم عن كل ملف في هذه الفجوة لان الفجوة دي مهم جدا ان احنا نردمها لان الكل متعرض لتحديات لازم نبقى في كتف اولادنا ولازم نبقى في ظهرهم ولازم اولادنا كمان يحسسونا بقد ايه احنا لنا اهمية في الحياة وقد ايه ربنا اكرمنا لما رزقنا باولاد بيحسوا بقد ايه احنا جسد بتوصل نعم ربنا ديهم من خلالنا